قطاع الشحن البحري على الصعيد العالمي ومنذ أزيد من سنة يعرف اضطراباً كبيراً بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا عبر العالم إذ أقدمت العديد من شركات النقل البحري على تغيير مسار شحناتها مختارة بذلك مضايق أخرى للمرور في ظل ارتفاع التكاليف التي قدرت بعشرة آلاف دولار للحاوية الواحدة سبب الرئيسي واضح بالنسبة لارتفاع السعر الغد مفهوم لبعض الناس وصول تفاوت أقصر من عشر آلاف دولار في سعر الحاوية الواحدة وده بسبب الرئيسي طبعاً عدم تواجد وكلة الرحلات البحرية بالإضافة إلى كلة عدد الحاويات المتاحة الفارغة للنقل تعقيدات لوجستية تهدد سلسلة التوريدات والإنتاج الصناعي عبر العالم أين لا تزال أكثر من مئتي سفينة عالقة وتنتظر الدخول ما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي وأيضاً لاقتصاد الجزائري أين يصل متوسط الانتظار لأكثر من أسبوعين نهيك عن القوانين والتنظيمات المتعلقة بمدة الانتظار أزمة العالمية كان السبب الرئيسي فيها كانت جائحة كوفيد-19 وأعتقد أن ليست جزائر الدولة الوحيدة التي تأثرت بهذه الجائحة تفاع عصار الشحن وتأثيرها على السلع بشكل عام وهتكون موجة غلاء وده بالفعل شبه حدث في الجزائر فترة الربع الأول والثاني والثالث من جائحة كورونا هذا وكانت الكثير من شركات الشحن الكبرى خفضت في وقت مضى حدث سفن الشحن كإجراء احترازي لتفادي الانتشار الواسع لفيروس كورونا ما أثر على سلاسل الإمداد العالمي بنسبة 80% شكراً للمشاه pumped شكرا